دير الأمر في سوريا هو الإيرانيون وعالنا أن الذين يصمدون ويحاولون كسر إرادة الشعب السوري هم الإيرانيون ما حصل أو ما اكتشفه الثوار منذ أربعة أو خمسة أيام عندما قتل قائد لواء من الحرس السوري قائد لواء إيراني العبدالله السكندري هذا الذي قتل إنما ينم على أن هناك القائد لا يكون وحيدا في المعركة هو قتل ليس كما تقالت بعض المصادر الإيرانية في محيط السيدة زينب قتل في الشمال في مناطق إذلب وقتل هناك على أيدي الثوار معنى ذلك أنه كان يقود فريق احتلال أنا الذي أريد أن أخلص إليه أن أي انتخابات الآن ستجري في سوريا وسوريا في حقيقة الأمر هي بلد محتل بكل أبعاد الكلمة إيران تحاول أن تجمل هذه الانتخابات تحاول أن تقدم للعالم هذه الانتخابات على أنها المخرج لكن في حقيقة الأمر الانتخابات في سوريا غدا لن تكون على رئيس جمهورية ستكون على مندوب سامي نحن تعودنا في أيام الفرنسيين أن الذي يحكم سوريا والذي يحكم دمشق والمندوب السامي الفرنسي نحن الآن سينتخبون إيران كنوع من أنواع التجميل ستسمح ستسمح في مسرحية هزلية بانتخاب مندوب سامي إيراني يحكم في دمشق أنا أريد أن أذكر بشيء وأذكر كل السادة المشاهدين نحن في سنة 1920 عندما دخل الفرنسيون دمشق كان يقودهم جنرال جنرال اسمه جنرال غورو معروف لكل السوريين اليوم الجنرال عبد الله السكندري هو موازي للجنرال غورو هو الذي يقود في نفس الوقت قوى الاستعمار وربما يكون هناك جنرالات كثر من الإيرانيين على الساحة السورية انتخاب المندوب السامي الإيراني في دمشق لن يغير من حقيقة الأمر شيء الإيرانيون يريدون ذراعا إضافيا ليكي يتحكموا فيه بالشعب السوري عندهم المالكي يتحكمون به في العراق وبشعب العراق وبمقدرات العراق عندهم حسن نصر الله يتحكمون به في لبنان وبشعب لبنان لبنان الذي حرم من أن ينتخب من الذي منع انتخاب رئيس الجمهورية اللبناني وأحدث فراغا دستوريا في لبنان هو حزب الله وحسن نصر الله الإيرانيون الذين يتحكمون الآن ويريدون أن يهيمنوا على اليمن هم يحاولون من خلال هذه الانتخابات التي يحاولون فرضها على الشعب السوري وتمريرها وإكسابها صفة الشرعية يحاولون أن يفرضوا هيمنتهم الكاملة على الشعب السوري يبقى أمامنا أن على الجمعية العمومية للأمم المتحدة أن تعترف بسوريا كبلد محتل الاعتراف بسوريا كبلد محتل وهذا أمر له أبعاده السياسية قد تعطي المعارضة السورية الثورية بشكل خاص ميزات إضافية بأننا شعب نقاوي محتلالا هذه إذن ليست حرب أهلية هذه حرب إقليمية هناك دول هناك قوى اندفعت لاستعمار سوريا ونحن كسوريين من حقنا بل من واجبنا أن نقاومها هذا واحد بالطرف الثاني الاعتراف بسوريا كبلد محتل من قبل الإيرانيين يحمل الإيرانيين المسؤولية الكاملة عن كل الجرائم التي تقع على الأرض السورية لأن المحتل مسؤول عن أمل المحتلين ومسؤول عن طعامهم ومسؤول عن شرابهم فإيران ترتكب الجريمة وتتنصل من مسؤوليتها إذن نحن الآن بصدد موقف لنواجه هذه الانتخابات المطلوب من الجمعية العام المتحدة المطلوب مجلس الأمن المطلوب من قوى المعارضة السورية أن تعلن عن سوريا بلدا محتلا من قبل الإيرانيين وميلياشياتهم في المنطقة ما هي الميزة التي تضع سوريا في موقع جيد إذا قلنا بلد محتل يعني قلت هذا سيكون له ميزتان في الطرف تحمل إيران مسؤولية وتعطي الثوار فرصة وتعطي الثوار مزيد من الإيجابيات لأن مقاومة الاحتلال في العرف الدولي وفي العرف الإنساني شيء والحرب الأهلية شيء آخر أنت عندما يقال والله السوريين يقتتلون يكون له مفهوم وعندما نقول السوريون يقاومون احتلالا أجنبيا إيرانيا السوريون انتصروا على عصابات بشار الأسد منذ سنتين صفحة بشار الأسد طويت من سوريا منذ سنتين الصراع الآن ليس سوريا سوريا الصراع اليوم هو سوري إيراني بالدرجة الأساسية وعلى المجتمع الدولي أن نعترف بهذا هذه الميزة الميزة الثانية أن إيران وهي تمارس الاحتلال بأبغض صوره وترتكب الجرائم بأبشع صورها عليها أن تتحمل مسؤولية هذا الاحتلال نحن نعلم عندما احتل الأمريكيون الاحتلال حتى الأمم المتحدة حملت الأمريكيين الكثير من المسؤوليات تجاه شعب العراق الذي احتلته وفرضت نفوثها عليه نحن الآن مطالبون بأن نضع إيران في هذا الموقع حتى لا تقدم نفسها بعد الآن وهي طرف في هذا الصراع كوسيط يدعي دائما بأنه يحاول أن يصل إلى حلول بشأن السوري طيب هناك في الانتخابات السورية هناك حوارات بين ثلاثة مرشحين وهذه الحوارات هل لنا أن نحضر هذه الحوارات أو نفهم ماذا يتحاورون أو عن ماذا يتحاورون يعني هذا من سقامة اللعبة يعني هم عندما دفعوا بعض الناس لكي يكونوا مثل مواطئ قدم مماسح قدم أنه والله في مرشحين في سوريا مسكين هؤلاء المرشحين الآخرين حتى أحدهم لا يجروا أن يقول أحدهم يقول أنا برنامجي مثل برنامج الرئيس بشار الأسد أنا عندي زيادة كذا فقط يعني لا يستطيع أحدهم أن يناقش بشار الأسد لا في صغيرة ولا في كبيرة نحن في كل العالم عندما يكون هناك رؤساء نشهد لا والله هذا الصغير يقول أنا أريد غير نشهد محاورات تلفزيونية يجلس شخص أمام شخص ويحاول كل واحد منهم حبيبتك بدك واحد يجلس أمام بشار يحاول كل واحد منهم أن يفند سياسات الآخر وتصرفات الآخر وقرارات الآخر وبرنامج الآخر ويقدم ما عنده لماذا لم نشهد مثل هذه الحوارات التلفزيونية على الشاشات السورية لماذا لم نجد مرشحا يقول أنا سأوقف عملية القتل والتدمير وقد سأكون معبرا عن ضمير الشعب السوري كلهم كانوا أو هؤلاء الرجلين الآخرين كانوا ينضوون تحت عبائد المرشح الأساسي الذي كانوا بالنسبة إليه كما يقول بعض الفقهاء يشبهونهم بالتيس المستعار الذي يستعار لبعض الأمور هم شخصيات قد تمت استعارتها وهم ليسوا في عير الشعب السوري ولا في نفيره هذا جزء من المسرحية السقيمة التي يعمل عليها الإيرانيون ويعمل عليها بشار الأسد حتى القيادة القطرية بالأمس أو اليوم تصدر أمرها للشعب السوري بانتخاب بشار الأسد ودعني أقول بأن الوضع في سوريا ووضع الانتخابات أو المهزلة ما يسمى الانتخابات أو مهزلة الانتخابات في سوريا جعلت الكثير من دول العالم تشعر بالسخرية والامتعاض لوضع إنسان يقبل بأن يفرض نفسه على الشعب السوري أو أن يفرض أنا لا أريد أن أقول يفرض نفسه بشار الأسد لا يملك لا يملك أن يفرض نفسه أن يفرض من قبل مستعمر أجنبي على شعبه بالطريقة التي تتم بها الأمور إذن بالنسبة للمتحاورين لا نستطيع أن نفهم عنهم أي شيء إلا لم يكن هناك برامج انتخابية ولم يكن هناك أي حوارات واليوم هناك خبر مفيد دكتور نبيل إذا سمحت لي بشار الأسد عندما جاء إلى السلطة وأنا أذكر السادة المشاهدين وأتبرها الناس فأل خير عندما جاء إلى السلطة سنة 2001 وارثا لأبيه بعد تعديل الدستور بالعملية المشهودة خرج على الناس يقول يعني ما في حاجة لكثرة الصور الناس قولوا والله معناها هذا شاب وعصري وشيء جميل اليوم يقولون أو تقول الأخبار الواردة من دمشق بأن صور بشار الأسد تغرق دمشق بكل شيء حتى قال أحد المعلقين بأن ما دفع ما دفع ثمن لصور بشار الأسد يمكن أن يطعم ملايين الجائعين في سوريا وسوريا الآن هي بلد من بلاد الجوع في العالم بل من البلاد التي ينتشر فيها الجوع أكثر هذه الصور التي غصت بها الميادين والساحات فقط طبعا في المناطق التي يسيطر عليها بشار الأسد هي تمام اللعبة أنت تقول لي بالنسبة للذين علقوا على الانتخابات التي جرت في لبنان المسلحية التي جرت في لبنان طيب يعني إذا كان فيه في لبنان دعنا نفصل الأمر شيء بالرقم إذا كان فيه في لبنان مئة مليون لاجئ واللبنانيون وزير الخارجي اللبناني يقول أكثر من مليون والرقم تجاوز عطبة المليون طيب مليون لاجئ في المئة عشرة منهم أديش يساوي مئة ألف لكن هم يقولون أنه عشرات الألوف ذهبوا إلى السفارة طيب عشرات الألوف يعني ممكن 30 ألف نقول عشرات الألوف كم يساوي 30 ألف من المليون كم يساوي الأربعين ألف من المليون اليوم النكتة اللطيفة أن اللبنانيين الذين انتبهوا إلى لعبة بشار الأسد يقولون للسوريين اللاجئ لا يحق له أن يعود إلى وطنه الأصلي هذا قانون عام أنت إذا كنت خرجت من وطنك خائفا لا يمكنك أن تعود إليه إلا إذا زالت الأسباب التي دفعتك إلى الخروج هذه جموع جندت من لبنان وجندت من سوريا وبعضهم قال جندت من كل دول الجوار لكي تظهر بهذا المظهر على الأرض اللبنانية التي قال عنها المعرس تضعفوك فوصفوك لبنان الذي لا يستطيع أن ينتخب رئيس جمهورية لبناني تكون أرضه مسرحا لانتخاب رئيس جمهورية سوري وبهذه الكثافة المعنى الذي يريد حسن نصر الله أن يؤديه هو أن لبنان أصبح هو الآخر أو سيظل هو الآخر المستعمرة الإيرانية وإن زال عنه سلطان بشر الأسد بشكل مباشر هل ترى أن الانتخابات الرئاسية اللبنانية ستطول لفترة معينة؟ الآن المتابعون لهذا الشأن يقولون ربما يكون هناك صفقة أمريكية إيرانية صفقة أمريكية لاحظ الآن أصبحت إيران شريكا أمريكيا على مستوى العالم حكي هذا حكي مصحيح لا لن تمر لا الآن الكرسي الرئاسة في لبنان معطل وموقع الرئاسة شاغر طبعا إذا نتحدث بالمنطق اللبناني الطائفي اللي قائمة عليه الدولة اللبنانية الاستحقاق الرئاسي هو استحقاق مسيحي ماروني صحيح يعطله مسلم شيعي إذن هذه لها حساسية طائفية يعني المسلمون الشيعة استحقاقهم ما هو نبيه بري هم أغذين حقهم المسلمين السنة استحقاقهم رئيس الوزراء أغذين حقهم من الذين الآن هم خارج إطار السلطة المسيحيون الموارنة فهذا الوضع غير متوافق مع التوافقي اللبناني أو مثلث التوافق السلطوي اللبناني يعطل مسلم شيعي بالمفهوم الطائفي الذي يتحدثون هم يعطل مصلحة لمسيحي ماروني واضح أن انتخاب رئيس جمهورية اللبناني لن يمر إلا بتوافق أمريكي إذا اعتبرنا أمريكا ممثلة لطرف من الأطراف ممثلة مثلا للموارنة والمسيحيين إيراني لأن الإيرانيين هم الذين يعطلون هذا يبدو هذا أنا لا أريد أن أستبق الأمور يبدو أن هناك ضغوطا على الكتلة المستقبل وسعد الحريري ليقبلوا المرشح الإيراني ليه؟ لأن هناك صفقة إيرانية أمريكية تريد أن تمسل اسمح لي تريد أنا أقول يبدو يبدو ما قلت ليست معلومة مؤكدة لكن معلومة مرجرجة تأتي أن هناك مفاوضات لكي يقبل تقبل كتلة المستقبل بعون رئيسا للجمهورية ويقولوا لهم من نشرط عليه شروطه من أخذ عليه عهوده من حفظه من فوقه من تحت هذا بيقولوه يعني بيقولوه لكن هذه المناوشات والمداورات تتم الآن تأتي أخبار من لبنان أن أمريكا طبعا لا أحد يستطيع أن يفرض على كتلة المستقبل إلا الأمريكيين ومن يعمل معهم في المنطقة تزين لكتلة المستقبل أن تقبل ميشيل عون إرضاءا لإيران واستكمالا للنفوذ الإيراني والنفوذ السوري لأن الصفقة الإيرانية الأمريكية أعطت بموجبها أعطت أعطت بموجبها الولايات المتحدة الأمريكية لإيران دولة شرطية في المنطقة صاحب النفوذ الأولى أنا أختلف معك تختلف معاي من حقك لكن الآن سأتيك بشواهد أنا أختلف معاك كمحلل سياسي أو كمقدم برنامج أن إيران لم تقل أنها وضعت إيران كشرطي في المنطقة الولايات المتحدة لم تقل تريد أن تقول أي الولايات المتحدة لا قالت قالت أوباما أوباما قبل أربعة أيام نزل على الإيراني النزلة منها أتعجبك اسمح لي لما قبل ما يزور السعودية بيومي نتفاوض بمعلومات وليس بتحليم أنا أحكي لك قبل ثلاثة أيام أربعة قبل ما تيجي أنت من السفر أوباما أوباما قال إيران شريك في المنطقة هذا الحكي قديم اللي تأتي عمره شهر لا هذا الحكي عمره أربعة أيام يقول إيران سوف الحرب لن تضع وزارها إذا إيران لم ترعوي طيب يا سيدي خير يعني أنا قلت لك أخبار أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون كاذبة أن تكون كاذبة وغير صحيح وغير دقيقة وأن لا يصبح ميشيل عون رئيسا لجمهورية لبنان على كل إن هذا المسألة أنا أدعو الله أن لا يكون ميشيل عون رئيسا لجمهورية وإذا كان ميشيل عون رئيسا للجمهورية المقبل سيكون لكل حديث حديث نعم طيب عندك المفتي أحمد حسون يقول على السوريين انتخاب الأسد ولا ما في عندهم غيره يعني لا هو المفتي شوف أخي إحنا يعني يقولوا للناس المفتي إفتاء يعني المفتي من الإفتاء يصدر فتوى يقولوا عندنا احترنا مع الأقرع منين المشطة يعني باللغة العامية يعني هي باشور الأسد هو بشار الأسد أليس دولة علمانية أليس في الدولة العلمانية يفصلون الدين عن الدولة صحيح إذن ما شأن المفتي في هذا الموضوع في انتخاب رئيس الجمهورية ويقدم بشار الأسد على المسكين الحجار أو على المسكين النوري هذاك يعني المفتي يصدر أمر بأنه يجب على الناس أن تنتخب الذي صمد والذي قاوم والذي قاد والذي والذي وكل هذا يقصد من؟ بشار يقصد بشار الأسد إذن عندما تتدخل ما يسمونها المؤسسة الدينية ونحن في الإسلام لنؤمن بشيء اسمه مؤسسة الدينية عندما يتدخل صاحب العمام الكبيرة ونحن في الإسلام لا نؤمن بهذه العمام كبرة أو صغرة نؤمن بالعلم وبالمعرفة وبقال الله قال رسوله عندما يتدخل بهذا الشكل الصافق ويطلب من السوريين أن ينتخبوا شخصا ضد شخص أليس في هذا زجل للدين في السياسة؟ بشار الأسد الذي يقول عنه الغربيون والذين يدافعون عنه من الغربيين أنه علماني وأنهم يجب أن يتمسكوا به لكي لا يقعوا في نظام إسلامي النظام الإسلامي لو حكم سوريا من شأنه أن يخدم دين الله أن يرفع دين الله أما بشار الأسد ماذا يفعل؟ يستخدم الدين يجعل أصحاب الدين رجال الدين أرباب الدين خدما لمشروعه لذلك الآن هو يحتاج إلى ورقة باسم الإسلام الذي يزيفه ويزوره هو وهؤلاء المزيفين فيتقدم أحمد حسون بهذه الفتوى الرقيعة يطالب فيها السوريين باسم الإسلام وباسم الدين وباسم الفتوى أن ينتخب ليس أن يشارك في الانتخابات فقط لا أن ينتخب بشار الأسد نفسه بشخصه وهو بذلك يمارس لعبة قذرة ضد الإسلام وضد الدين وضد العلمانية وضد المبادئ وضد الأخلاق هذه اللعبة التي يلعبها حسون ويلعبها بشار الأسد ويخادعون بها الناس ويخادعون بها العالم هذه الفتوى التي أصدرها حسون لها دلالاتها المستقبلية التي يجب أن تقرأ على مستوى العالم أجمع ويجب أن يكف العالم عن اعتبار والله بشار الأسد هو الرئيس العلماني الذي يفصل الدين عن الدولة بل هو الدكتاتور المستبد الذي يستخدم كل شيء بما فيه الدين وبما فيه الفتوى الدينية وبما فيه كلمة الله سبحانه وتعالى في مصلحة غرائزه الدنيا المتسفلة وغرائز أتباعه من أمثال حسون ومن هو على شاكلته جمع قبل أيام أيضا جمع للعلماء الذين يسمون أنفسهم علماء دمشق لكي يصدروا نفس الفتوى ويوجهوا الناس باتجاه نفس القرار مصادر فرنسية تقول أن مصادر تشليح المعارضة السورية بالنسبة للولايات المتحدة لم تتغير لماذا لم تتغير؟ هنا في نقطة مهمة الدكتور نبيل نحن أعيتنا كمتابعين سوريين كشعب سوري كمواطنين سوريين من قيادة المعارضة السياسية وأنا كثيرون يستوصون بي بقيادات هذه المعارضة خيرا وأنا أعيد وأزيد ليست لي مشكلة مع هذه المعارضة لا في هيئة ولا في مجموعة ولا في قيادة ولا في شخص ولا في فرد لكن من العقل من العقل أن يتصرف الإنسان بعقل حتى الآن قيادة المعارضة السورية عندنا مثل عند العام يقول أنا بكذب على مرتي ومرتي بتكذب على الجيران يذهبون فيجلسون مع الأمريكيين فيكذب الأمريكيون عليهم فيأتون بكذب الأمريكيين ويحولونه إلى بشائر يستقبلون بها الشعب السوري وكأنهم يقولون انظر إلينا لقد حققنا لكم إنجازات ومكاسب ثم تمضي الأيام ويكتسب الشعب السوري ويكتشف الشعب السوري أن هذا الذي بشر به قادة المعارضة كان كذبا أو سرابا أو لا حقيقة له فيزداد إحباطا ويزداد نقمة على هذه المعارضة ويزداد رفضا لها لذلك أنا عندما أتوجه بالنصح إلى قادة المعارضة حلى حلى شوي شوي يعني مهلا مهلا لا تأخذوا كل ما يقوله لكم الأمريكيون وتأتون وكأنكم وضعتم الحق المبين بأيديكم بأيمانكم ذهبوا إلى بوش في اللقاء الأخير وبوش وعدهم أنه سياساته في تسليح أوباما أوباما وعدهم بأنه سياساته في تسليح المعارضة ستتغير وأنا تابعت تصريحات لكبار لشخصيات أحترمها أحبها لكن هذا لا يعني أني لا أرى أنها قد أخطأت الاحترام والحب لا ينفي أن تجد أن صديقك وأخاك وولدك وأباك قد أخطأوا جاءوا بكلام لو آن عندي بين يدي أو أحببت أن أقرأه على الناس لكان فاجع من الفواجع عن أوباما يروون عن أوباما وعن الموقف الأمريكي وعن التغير في الموقف الأمريكي وانتظروا يقولون للسوريين وانتظروا النصر القادم المبين الآن الفرنسيين ومصادر رسمية مطلعة في الحكومة الفرنسية تقول للسوريين معلوماتنا أن الأمريكي لن يغير سياساته باتجاه تسليح المعارضة السورية أيها السوريون لا تنخدعوا أيها السوريون لا تغتروا أنا لا أريد أن نشطب لكلام الأمريكي ونرميه بالسلطة المهملات ولكن أقول لا تتعجلوا أنا أقول أيها السوريون لا تتعجلوا رويدا رويدا قليلا قليلا تأكدوا ثم تكلموا لا تقول فول إلا وهو في المكيول حرصا على مصداقية هذه المعارضة على مصداقية رجالها الذين وضعوا أنفسهم موضع الكذاب موضع الكذاب الذي يسخر منه الناس ومن وعوده ومن تبشيراته الآن الموقف الفرنسي يقول لا تغيير في السياسة الأمريكية في تسليح المعارضة السورية أوباما لن يزود لا بأسلحة مضادة للطائرات ولن يزود بصواريخ محمولة على الكتف ولن يغير شيء من سياساته أوباما يسير في طريق التفاهم مع إيران على حل لما يجري في سوريا حل يرضي إيران ويرضي بشار الأسد وليس يرضيكم أيها السوريون عليكم أنت عندكم خيار عندكم بديل أنا الآن بعض الناس قل لي هذا يدفع إلى اليأس طيب هل أنا لكي أشجع الناس مطلوب مني عن أكده هل مطلوب مننا أن نكذب على الناس لكي نشجعهم ونغرر بهم هذه حقائق الآن أنا أقول أوراق النصر بأيدينا نحن السوريين أوراق النصر بأيدينا ونحن قادرون على صنعه بأن نتدبر أمرنا بالنظر إلى واقعنا بكل معطياته بعض الناس بدأوا تجارة وأصبحوا من كبار رؤوس الأموال وكانوا بيعين صحف على الأرصفة معروفين برأس مال قدره دولار أو دولارين إذن قلت ما بأيدينا من إمكانات ليست تيئيسا للناس وإنما تنبيها أنا أعود فأقول للمعارضة السورية للذين يمسكون بقرار المعارضة السورية يجب أن تكونوا واقعيين يجب أن تقرأوا الأمور بتؤدى يجب أن تتكلموا بعقل وبحكمة هذه الاندفاعات كالفقاعات الهوائية كل ما سمعت كلمة من مسؤول أمريكي تنفخون بها وتجعلون منها بالونا ومنطادا هذه السياسات لن تقودكم إلا إلى المزيد من الدمار هل أنت راضي بتهنئة المعارضة السورية للسيسي؟ أنت راضي أم لا؟ لا يمكن أن أقول نعم لكن أنا أنظر كيف أنظر إلى الأمر بطريقة عندما أهنئ قاتل مستبد انقلابي بفوزه كيف سينظر إلي طفل مصري قتل السيسي والده؟ كيف سينظر إلي أب مصري قتل السيسي ابنه؟ كيف ستنظر إلي الأم المصرية؟ اسمحني كيف يمكن أن ينظر إلي هؤلاء؟ الآن أنا عندما أسمع أن رجلا من هذا العالم العربي أو من هذا العالم على كل خطوط الطول يهنئون غدا بشار الأسد بفوزه بالانتخابات كيف سأنظر؟ أنا راحة هني بشار إذا فات من أبعث برقية؟ كيف سأنظر أنا إليه؟ كيف سينظر إليه أولياء الدم في سوريا؟ كيف سينظر إليه اللاجئون في سوريا؟ كيف سينظر إليه أو ستنظر إليه المنتهكات في سوريا؟ بالعام يقولون اضغط على لحمك اقرص لحمك مثل ما يوجعك يوجع غيرك هذه التهانية أنا أعرف أنا أعرف اسمحني أنا أعرف أن الذين يصدرون مثل هذه التهاني عندهم نسميها باللغة العامية فذلكة ذرائع معاذير والله يا أخي اللاجئين ومشكلة كذا وإرضاء هذا الكلام ألم تكن الثورة السورية بحاجة إلى قائد مثل السيسي؟ أقول ثورة مضادة أنت أصنع؟ الثورة السورية السيسي هو عبارة عن انقلابي رخيص استخدم أذوات الشعب المصري في قتل الشعب المصري استخدم سلطة سلاح الشعب المصري في قتل الشعب المصري هناك من يقول لك أن هؤلاء الذين قتلهم السيسي أفراد أفراد لكن الشعب المصري اسمح لي أولا قدسيت الدم الإنساني لا تقاس بالكم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هذا كلام الله لا يرد عليه لو أن السيسي قتل نفسا واحدة وعلمي وعلمك أنه قتل حتى الآن آلاف المصريين وحرف مسيرة الثورة وصادر الربيع العربي وقضى عليه وصادر خيار الأمة هذا الذي يفعل وكل هؤلاء الضحايا ثم أقف أنا بأي ذريعة ربنا سبحانه وتعالى يقول ربما المعارضة السورية تقول نريد السيسي أن يدير باله على اللاجئين في سوريا في مصر هذا الذي كنت أريد يقول ربنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى مع ذيرة كل الذين يطبلون على بساط بشار الأسد ويذهبون اليوم من الناس الذين ذهبين لإيران من موريتانيا رايحين ومرة جاءوا من موريتانيا لبشار الأسد لهم معاذيرهم واحد يقول لك يا أخي والله أنا عندي سيارة قديمة وزوجتي زميلاتها وصديقاتها كلهم عندهم سيارة فراري من شرياء أريد أن نغير السيارة والله أخي مركزنا الاجتماعي ما هو مناسب فبالتالي أنا مضطر أروح ليروحا عند بشار الأسد أخذ لي شيء بالقدر الذي والشعب السوري سامحنا هذه المعاذير لا تنتهي أنا لست مستعد أن أخوض بالذرائع والله اللاجئون السوريون أنا أقول هذا لكل الناس اللاجئون السوريون في مصر موجودون هناك بحكم القانون الدولي الإنساني بس إذا ما وفق عليهم لا يستطيع ليش لأن القانون الدولي الإنساني يمنعهم لو كان حسن نصر الله يستطيع أخراجهم من لبنان لأخرجهم وبالمنطق نفسه كان مطلوب مننا أن نرسل رسائل تهنئة لحسن نصر الله لكي لا يسيء ونحن نعلم أنه قد أساء إلى اللاجئين في لبنان اللاجئون السوريون في مصر موجودون أولا عند الشعب المصري وليس عند أي حكومة مصرية ثانيا موجودون بغطاء من القانون الدولي الإنساني لا يستطيع أحد أن يمس بهم نحن لا نريد من اللاجئين السوريين في مصر الآن أن يخرجوا في مظاهرة ضد السيسي وليس لهم أي علاقة بما يجري على الأرض المصرية هم لاجئون بكل معنى اللجوء ولا يستطيع لحد الوصول إليهم أما هذه الفذلكات التي يريد البعض توظيفها أنا أقول هذه محاولة توظيف رخيصة غير مقبولة وهي تسيء إلينا كسوريين عموما وتسيء إلى ضميرنا الثوري وتسيء إلى أخلاقنا الثورية وتسيء إلى مشروعنا الثوري العربي الواحد نحن أبناء مشروع الربيع العربي في كل الأقطار هذه ثورة عربية واحدة قامت ضد الاستبداد والفساد بشار الأسد ليس شخصا بشار الأسد نهج وأسلوب وطريقة ونحن ضد كل الذين بكرة يجيك أحمد الجارباي يقول لك يا أخي إحنا ما ندخل فيكم إنتم الأخوان المسلمين إنتم مصر عندكم مشاكل هو ليس له دخل في الأخوان المسلمين والأخوان المسلمين ليس لهم دخل فيه أنا لا أريد أن أتكلم الآن على الأخوان المسلمين أنا أتكلم كمواطن سوري بنفسية الإنسان الملتزم ثوريا بقضايا الأمة وبقضايا الوطن وبالمشروع الوطني أقول هذه التهني بأي ذريعة خرجت أنا أعرف أنها خرجت ذريع بذرائع طالبوا ثلاث مطالبات أنا أقول هذه الذرائع كلها مرفوضة نحن لسنا جزءا من مشروع السيسي السيسي ليس جزءا من مشروعنا لا نريد الآن أن نقول سندخل في الشأن المصري لكن كان الأولى كان الأولى بقيادات الإتلاف وبرجال الإتلاف أن يحكموا أمرهم بشكل أفضل وأن يبقوا مع ضمير الثورة العربية بشكل عام أن يبقوا مع ضمير الشعب السوري إذا كنت أنا سأذهب إلى مصر اسمح لي فأداهن السيسي لكي أعيش في مصر فمداهنة بشار الأسد أولى لأن بشار الأسد كتب كتب علينا أما السيسي ما هو مكتوب علي أنا بلدي سوريا فهذا المنطق المداهنة والمنافقة والمراءة لهؤلاء الظلم المستبدين مما لا يجوز بأي حال من الأحوال حبيبي برلمانات أصدقاء بشار اجتمعوا في طهران أمس لماذا؟ هذه الجوقة التي هو جزء كما قلت لك جزء من مخطط الاستعمار الإيراني لسوريا أن يجعل لنفسه شرعية وشرعية دولية لذلك إيران قبل عام دعت إلى لقاء برلماني على مصدوى أصدقاء بشار الأسد فاستجاب لها ثمانية دول فقط ثمانية دول من العالم كله طبعا هذه الجولة لأن أسهمها في سوريا قد ارتفعت وسيطرتها على سوريا قد تقدمت هي قد رفعت رصيد الميزانية الذي يدفع للذين يأتون يقولون بأن العدد وصل إلى ثلاثين دولة نقول هكذا الرواية في المصادر الأخبار الإيرانية طبعا أنا أريد أن أفسر أنا لا أقول بأن ثلاثين دولة اشتركت رسميا ببرلماناتها في هذه اللقاءات هناك عملية نسميها في فقه الحديث في مصطلح الحديث التدليس يعني يشترونهم من برلمان ما من تحت الطاولة شخص أو شخصين يأتون بصفاتهم الفردية وليس بصفاتهم البرلمانية وبدون إذن برلماناتهم فيعدوهم علينا في طهران والله فيه اثنين اجوا من موريتانيا البلد العربي الشنقيطي هذا اللي احنا كلنا نفخر به فيه اثنين اجوا من موريتانيا أو ثلاثة اجوا من موريتانيا كل واحد اخذ المعلوم المعروف فبالتالي هم يقولون موريتانيا شاركت في المؤتمر او الدولة الفلانية شاركت في المؤتمر هذه عملية تدليس رخيصة هذا المؤتمر خرج بنتيجة الى ان من حق بشار الاسد ومن حق طهران ان تكسر ارادة الشعب السوري طيب اذا كان بشار الاسد هو الحل اين كانت المشكلة اين كانت المشكلة يوم ثار الشعب السوري في سنة 2011 في 15-3-2011 اين كانت مشكلة الشعب السوري الم تكن مع بشار الاسد اليس بشار الاسد في سوريا هو المشكلة اليس علاج بشار الاسد لمطالب اصلاحية معقولة جدا ومعتدلة جدا هو الذي قاد البلد الى كل هذا الدمار والى كل هذه الدماء اليست رعونات بشار الاسد وحماقات بشار الاسد واجرام بشار الاسد هو الذي اوصل السوريين الى هذا الذي وصلوا اليه كيف يمكن بقدرة قادر ان يقف نظيف على رؤوس اناس عقلاء واضع عقلاء بين قوسين وبعدها سبع اشارات استفهام فيقول بشار الاسد هو الحل وانتخاب رئيس في سوريا في هذه الظروف والحل وهو المخرج من الازمة التي نسعى اليها هذا الموضوع الحقيقة موضوع مثير للعجب ومثير للدهشة ما رأيك باجتماع وزراء مجلس التعاون العربي في الرياض؟ طبعا هذا اجتماع دوري الحقيقة روتيني يعني عندهم اجتماعات دورية الاجتماع اليوم يعقد في الرياض ماذا سيقررون تجاه ايران؟ في ظل ظروف خاصة هذا الآن تجاه وامير الكويت موجوده عائد اليوم يعود من طهران الذي تسرب ان نظيف قال من الصعب عليه ان يذهب الى السعودية لماذا؟ كأن تذكر وانا اذكر والمشاهدون يذكرون ان السعودية سبق ان دعا نظيف الى سعودية نظيف لو ظريف هو اسمه نظيف ولا ظريف دعاه لزيارة الرياض الآن يبلغ ظريف يبلغ الامير الكويتي انه مشغول صعب ما عندي وقت كذا يعني هو اعتذر هو لا يريد ان يأتي في مثل عند العرب في مثل عند العرب يقول في بيته يؤتى الحكم انا ارجعك للي قلتلك يا وقلتلي انا ما اوافقك امريكا وسدت اليهم امر الحكومة في المنطقة واللي عايزنا يجي عندنا واحنا نجي له احنا ما نجي عند احد نأتي ولا نؤتى نحن السادة انت اذا لك شغلي عند واحد كبير ما تقول له تعال عندي اللي عندك شغلي انت تروح له انت تروح له تقف على الباب وتاخد اذن يعني قصدك ضريف اكبر من السعودية وهكذا يعتقد انا لا اقول ضريف اكبر من السعودية ولا اقبل هذا لانه السعوديين مهما فعلوا بيقول ربعي اهلي لكن ضريف يعتقد انه اكبر من واش دعوة هذا التجبر والجبروت وهذا الذي سياسة هذا سوق هذه بورصة ويداك اوكتا وفوك نفخ نحن في موقع الان ذهب اليه منذ اشهر بذكر 5 اشهر 6 اشهر وزير الخارجية الاماراتي محمد بن زايد وولي العهد رغم انه في جزر اماراتية محتلة ذهب هناك وربما سووا بعض الامور اليوم يذهب امير الكويت بعد غد لا ندري طبعا عمان من قبل شغاله على الخط ويقال انه بهي غارقة في مشروع الصفقة الان دور على من سيذهب ملك البحرين لا مايروه مايروه ملك البحرين لو الذبح انا اتمنى عليكم ايها العراقيون تبعثولو لملك البحرين قصة خزعل ومزعل اللي راح في واحد منهم ذهب هناك واعتقلوه معروف هذا نحن درسناه في التاريخ بالاحواز الشيخ خزعل الشيخ خزعل ذهب عندهم اعتقلوه سلموا للبريطانيين ايه فالان من الذي سيذهب الى هناك ليطلب النجاة والسلامة والامنة والامانة والاستقرار لا ندري لكن نحن كنا نتكلم في موضوع مجلس التعاون الخليجي في لقاءه الروتيني اليوم التقليدي نتمنى ان تكون القضية السورية اكثر حضورا بطريقة اكثر جدية باخذ بعين الاعتبار ان لا شيء سيأتي من الولاة المتحدة الامريكية دائما التعويل والانتظار على الاخر لن ينفعنا في هذا السياق الدول الخليج معنية بالدرجة الاساسية عنايتها بالشأن السوري جزء من عنايتها بامنها القومي وليس من باب الشفقة على السوريين اذا ذهبت سوريا اذا انتصرت ايران في سوريا وانا اقول بشار اسد انتهى الان الذي سينتصر سينتصر ايران اذا انتصرت ايران على السوريين واصبحت سوريا مستعمرة ايرانية كما العراق واكد كما العراق لا مستعمرة ايرانية ولا يناقش بهذا عاقل وكما لبنان فسيكون القادم بالنسبة للدول العربية اكثر صعوبة واكثر مشقة اللهم اعزائي المشاهدين احذركم مما ستقول اليه الامور في سوريا من ايران وغير ايران اشكركم على كرم المتابع اعزائي المشاهدين والسلام عليكم